الظلم له تبعات والظالمون والذين يهضمون حقوق الناس سيلاقون رقاباً في الدنيا قبل الآخرة ولذلك أنا في كل خميس أقلب بتفاعل وبألم مشاكل الناس وأتفاعل معها لأنني دائماً ما أقول لا تدعوا الناس تصرخ ولا تستغيث يستصرخون ضمائركم لأنهم وصل بهم الأمر أن لا أحد ممكن أن يستجيب أو يناغم هذه الجراحات في هذا البرنامج أنا عرضت الكثير من المشاكل لا أنكر وأقولها باحترام وإجلال إلى كل السادة المسؤولين الذين يسمعون ويستجيبون ويقدرون ويتفاعلون مع مشاكل الناس وأمني نفسي وأعاتب وأدعو إلى بقية المكاتب الإعلامية للسادة المسؤولين أنه أسمعوا الناس وأسمعوا صرخاتهم وتفاعلوا معهم لأن حينما يأتي غضب الناس فستكونون في حيرة من أمركم هناك مشاكل عندما أقرأها يعتقد المسؤولين أن هذا المواطن فقير هذا شيء وسط للوزير وهذا شيء وسط للرئيس وهذا أكو معالي أو أكو سعادة ما يشوفه لا يشوفونه ونتشرف أن نكون أصواتهم لذلك أنا في إحدى الحلقات عرضت قصة هاتين البنتين المصابات بحمى البحر الأبيض المتوسط ويحتاجون إلى علاج بصراحة أشكر كل المعلقين والله هناك تعليقات وهناك دعوات وهناك تكافل اجتماعي يعني هنيئا لواحد لما يقول أنا عراقي اشقدكم مرات صورة سوداوية وصورة ظلمة لكن يا أخي والله العراقي من تتنخى يبيع لك قميصة لذلك أنا هنا أقدم شكري واحترامي وتقديري إلى السيد بنكير ركاني اللي كان وزير الإعمار والإسكان السابق الذي تكفل بعلاج هاتين البنتين والمفرح جدا على قلبي أنه ذنب الابنيات من حتشن ويايا يقول للي عمه راح نطيب وأحنا بس نسير زينين نجي نزورك شوف هذا اللي يدخل فرحة على قلب مريض أو على قلب مهموم أو على قلب إنسان تعبان شوفوه أشكت حلوة كل إحنا محتاجين أن نعيد هذا الأمل والله العمل الشريف ماكو أحلى منه ولما تقدم خدمة لأهلك ولما تقدم لك خدمة لجوعان ولما تتسيلك عريان إيش كبرها؟ أنت راح تعرف لما تعاون نفسك وسوي ذني عليك أن تدرك أنه الله يحبك بس إذا بخليك النار كلها مقابل القاسات أو تحسب فلوس أو بالليل يوديك الأماكن القذارة كي يتذبهن لأن التبنين جايبا قابل بأي راح جول أمك هنمال اللبن للبن ولذلك شكرا سيد بك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر